السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم ابو انس النهاردة معانا فيديو جديد من شركة سامسونج هو السامسونج الام 12 في فيديو النهاردة هنتعرف عن كل حاجة تخص الموبايل كسعر كامكانيات كاصلا فيه اختلاف بينه وبين السامسونج ال 12 ولا ما فيش اي اختلاف فده كله هنتعرف عليه في الفيديو وطبعا عادي جدا يعني لو انت اومر اتفرج علي تنزل تعمل لايك تنزل تعمل اشتراك الحيات الجميلة ديت ومنساش ان انت تتفرج على الفيديو بتاع بتاع المية الف مشترك هسيب لكم لينك الفيديو في الاي اللي فوق ديت فياريت انت تروح تتفرج على الفيديو علشان ممكن تكسب في مصابقة بتاعت المية الف سبسكرايب هم خمسة وعشرين هداية جماعة فممكن تكسب اي هداية من هداية الموجودة في الجيف هاوي ديت واهم حاجة منساش انت اتبعينا على الاستجرام واسب لكم طبعا لينك الانستجرام في الديسكريبشن تحت يلا بينا نبدأ الفيديو اول حاجة نتكلم فيها عن الموبايل وهو التصميم فالموبايل جاي بتصميم بالكامل من البلاستيك وهذا هو المعتاد عزيز المشاهد في هذه الفئة السعرية يعني ده مش عيب ولا حاجة الموبايل ينزل بتصميم من البلاستيك ولو جينا شفنا جماعة الخطوط الطولية اللي في الموبايل ديت مدية شكل صراحة جدا للموبايل ومدية الموبايل شكل صراحة جمالي جدا انا عن نفسي عجبني اللون وكمان عجبني التصميم بتاع الموبايل والشاشة جاية بنطش على شكل بمساحة ستة وخمسة من عشرة انش بجودة بدقة سبعمية وعشرين في الف وستمائة بيكسل بمعدل كسافة متين وسبعين بيكسل لكل انش مع تردد الشاشة العالي بالنسبة للفئة السعرية وهو التسعين هرتز فهتلاقي ان الشاشة سالسة جدا وسموز جدا معاك في التنقل بين التطبيقات والموبايل جماعة جاي بنسختين نسخة اربعة جيجا رام مع زاكرة اربعة وستين ونسخة اربعة جيجا رام مع زاكرة مية تمانية وعشرين تقريبا لغاية دلوقتي مفيش اي اختلاف بينه وبين الاثناشر غير طبعا تردد الشاشة الاعلى اللي هو التسعين هرتز وعادي جدا ينفع انت تزود زاكرة الداخلية عن طريق كارت الميموري بمكان منفصل عن الشريحتين وبالنسبة للأداء فالموبايل جاي بمعالج اكسنوس تنمية وخمسين بتقنية تمانية مع معالج رسومي من نوع مالي جي اتنين وخمسين وده نفس المعالج اللي كان موجود في الاي واحد وعشرين اس فبكده الموبايل مقدمش اي جديد بالنسبة للأداء لكن عموما هيلعب لعبة زي لعبة عادي جدا لكن طبعا مش على اعلى اعدادات هتلعب اللعبة على اقل اعدادات عشان تحسي ان اللعبة سموز اكتر وكمان مع التردد العالي بتاع الشاشة اللي هو التسعين هرتز هتلاقي فعلا اللعبة معاك اكتر وهتلاقيها سالسة جدا وانت بتلعب عليها وبالنسبة للكاميرات في الموبايل جاي بكاميرا امامية بدقة تمانية ميجا بيكسل بفتحة عدسة اف تو بوينت تو وجاي الكاميرا خلفية ربعية اول كاميرا معانا بدقة تمانية واربعين ميجا بيكسل بفتحة عدسة اف تو بوينت زيرو ودي الكاميرا الاساسية اما الكاميرا التانية فجاي بدقة خمسة بفتحة عكسة وده الخاصة بالتصوير الواسع. الكاميرا التالتة جاي بدقة اتنين بفتحة اف وده الخاصة بالتصوير المكرو. اما الكاميرا الرابعة وده الكاميرا الاخيرة جاية بدقة اتنين بفتحة وده طبعا لعمل العزل والبورتريه. وبالنسبة للوسائل الامان في الموبايل بيدعم بصمة مدمجة مع زما ما نشايفين كده البصمة لحد ما كويسة ما بتجليش. وكمان بيدعم حصية الفيس قال لكم. والموبايل نازل بنظام تشغيل اندرويد ايليفن مع وجهة سامسونج وان يو اي كور سري بوينت وان. اعلى نجرب صوت الموبايل مع بعضينا. صوت الموبايل طبعا مش استيريو ولا حاجة. بس نشوف برضو صوت الموبايل. وزي ما انتم عارفين ان احنا بنجرب صوت الموبايل في القرآن. ما بنجربوش في اغاني ولا الكلام دوت. وده عشان برضو الناس بتطور تسألني مين هو صوت القارئ دوت ده صوتي انا. وبرضو هسيب لكم لينك في قناة التانية للقرآن في الدسكريبشن اللي حب يشترك فيها ده طبعا يكون شرف لي كبير. في الله عشان ما اطولش عليكم نسمع صوت الموبايل ونجرب الخارجي للموبايل. اطففين. الذين اذا اكتانوا على الناس يستوفون. واذا كانوا او وزانهم يخسرون. الا يظن اولئك انهم مبعوسون. ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. زي ما انتم سمعين كده جماعة مش عارف جودة الصوت مش عارف وصله لكم ازاي صراحة. لكن عموما انا شايف ان الصوت الموبايل صراحة مش كويس او مش عالي. يعني هو صوته عادي خالص ومش عالي ولا حتى متوسط. حسن الصوت الموبايل واط شوية. فده بالنسبة لي رأيي في الصوت او السماعات الخارجية. عشان فيه ناس بتحب ان الصوت يكون عالي شوية. لكن صوت صراحة مش عالي. والصوت مش افضل حاجة ممكن تسمعها. واخيرا اخيرا البطارية. الموبايل نازل ببطارية بسعة خمس تلاف ميلي امبير. بيشحن بمدخل طايب سي وبيشحن بقوة خمستاشر واط. سرعة الشحن دي يا جماعة يعتبر قليلة بالنسبة ان البطارية بتاعة الموبايل خمس تلاف ميلي امبير. فياخد وقت شوية في الشحن. ده كده يعتبر كل حاجة ممكن تخص الموبايل. نيجي بقى سعر الموبايل نركن بقى الموبايل ده على جنب. ونشوف بقى سعر الموبايل. سعر الموبايل جماعة بالنسبة للنسخة الاربعة وستين. هتبقى عاملة الفين وستمية. وبالنسبة للنسخة المية تمانية وعشرين هتبقى عاملة الفين وترنمائة جنيب المصري. ده كل حاجة تخص الموبايل. وطبعا لو وعاجم في الفيديو ما تنساش انت تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان تتابع كل جديد ينزع القناة اول باول وما نساش طبعا انت تتبعينا على الفيس وعا انستجرام ويا ريت تقول لي رأيك لو انت قدامك الاثناشر او الام اتناشر ممكن تشتري انا موبايل فيهم ويقيه السبب اللي خلاك تختار الام اتناشر او الاثناشر اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله السلام علىكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ابو اناس. طبعا يا جماعة. النهاردة معنا فيديو جديد من شركة سامسونج وهو السامسونج الام تويلف. ده في فيديو النهاردة هنه. هل فعلا في اختلاف بين في فيديو النهاردة هنعرف سعر وامكانيات كاصلا فيه اصلا. ده كله هنتعرف عليه في الفيديو. فياريت لو انت عاجبك الفيديو. فياريت ما ننساش ان انت تعمل لايك في الفيديو. فياريت ما ننساش لو عاجبك الفيديو وتعمل وطبعا وطبعا عادي جدا يعني لو انت او مرة تفرج علي تنزل تعمل لايك تنزل تعمل اشتراك الحياة الجميلة ديت وهتسيب لكم وهسيب لكم طبعا ولو ومنساش طبعا ومنساش ان انت تفرج على الفيديو بتاعك بتاع المية الف مشترك وهسيب لكم هسيب لكم الينك الفيديو في اللي فوق ديت فياريت انت تروح تفرج على الفيديو عشان علشان ممكن يكون علشان ممكن تكسب في المسابقة علشان ممكن تكسب في مسابقة الجيفاوي بتاعت الميت الف سبسكرايب هم خمسة وعشرين هداية جماعة فممكن تكسب اي هداية من هداية الموجودة في الجيفاوي ديت ولسه عموما الفرصة قدامك ان انت تكسب في اشتركوا في القناة